اشتركوا في القناة وشعري ايه وحاجات كده والصبح بدري لازم تحطي اللي خصيان ايه والبتاع ايه والمعرفش ايه فوق العين وعشان الشمس ايه وحاجات كده كل الحاجات اللي معظم من الناس مش بتفيدها يعني ماشي ست عايزة حاجة تفيدها كده في نفسها في جزءها في تربية ولادها تتحكمتون لا تعليق لا تعليق حلوة انا ما اهمنيش بقى الاشكال الغريق يعني الاشكال الشكلة اني بقى ازاي شكل التفاحة شكل الكومترا مش علاقة بالاشكال دي خالب انا ليه علاقة بسلوكي انا ازاي عارفة الصح والغلط وازاي ايه اربي ولادي عليه حلوة حلوة كده يعني ايه تيكيت ويعني ايه اهم قاعدة القاعدة اتناشر اتناشر ايه دي دي ايه قاعدة الاتناشر ده وضح ان انتي ذكرتي لا اتذكري انا اول قبل ما اتجيلي ما انا لازم اكون جاهزة الردوة برضا اه يعني ان انتي اتذكري خليني اقولك اول حاجة السؤال الاولاني هو ايه تعريف الاتيكيت عشان الناس اختصرت الاتيكيت في انه هو الحاجات الظاهرية اللي هي الاكل او اللبس والاكل واللبس ده عبارة عن جزئين فقط من العلم الواسع اللي هو الاتيكيت فحاجة تزعل ده حنختصر الاتيكيت على هذا الحاجتين دول بس فالتعريف العام او الاشمل للاتيكيت هو علم السلوك الراقي او فن السلوك الراقي او فن التعامل مع الاخر وفيه ناس بتعرفوا بانه هو فن احترام الذات واحترام الاخر يعني هو هنا المطلوب منك ان انت تعرف ازاي تتعامل مع نفسك ومع الاخر بصمو ورقي وباحترام ده التعريف العام ده تعريف كلمة اتيكيت بالضبط ايه قاعدة 12 بقى في الاتيكيت يعني ليه woke le 13 هل هم 12 نقطة مثلا واقلا بس بس يا سيد قاعدة الاتيكيت دي اهم قاعدة من قاعدة الاتيكيت يعني اي حد يدرس اي تيكيت او درس اي تيكيت لازم يكون يعرف قاعدة الاتيكيت ما ينفعش يعاديها ما ينفعش يقول يعني ما ينفعش يعاديها ويدخل في اي حاجة تانية قاعدة الاتيكيت دي عبارة عن اربع حاجات اربع تنشارات الاتنشار الاولانية هو اول 12 انش في جسمك اللي هو المنطقة دي الـ 12 التانية هو آخر 12 إنش في جسمك اللي هي من الأنكل لحد آخر وبعدين أول 12 خطوة وأول 12 ثانية ليه كلمة 12 علشان ليه رقم 12 علشان بعد الدراسات كتير جدا لو أن العقل الباطل بيقدر يكون صورة عن الشخص اللي قدامه من أول 12 ثانية فقال اللي 12 ثانية دي أنا بقدر أجمع معلومات كتير جدا على اللي قدامي يعني إنتي لو شفت حدي داخل عليكي مجرد ما تشوفي مشيته بس تقدير تعرفي مستوى الاجتماعي مستوى المادي واثق في نفسه اللي مش واثق في نفسه مكتئب ولا مش مكتئب كئيب ولا مش مأكيئي كل ده من فين من بس الأربعة نشرات اللي احنا قلنا عليهم ولا ولا اتخديث يا اتخديث ولا بعرف حاجة اتهيألك ولا أنا اللي خايبة لا لا مش خايبة أنا أنا يقولولي هو أنت ما خديش بالك أول ما قاعدت ما عرفش قالت يا ولهم لها ما خديش بالك هو أنت ما خديش بالك كانت لابسة ايه والبتاع الغريب اللي كانت أقول لهم لها ما خديش بالي ولا ده لازم الناس تبقى لماحة دي مش لماحة ولا حاجة دي هي حاجة تلقائيا بتتعمل في العقل الباطن العقل الباطن عنده قدرة ان هو يبص كده على الشخص اللي قدامي ويعمل زي سكين زي مسح كده مسح كده للشخص يعني أنا لو أنا دخلة ولبسة لبس بلاش أنا لو أنا قاعدة قدامك دلوقتي وعملة كده انت هتحس ان أنا عام يعني قديني أوصفيني أوصفي شخصيتي كده كده وانت قاد عاملة كده اهو أنا كده زي ما أنا بذلك اه لا ولو ركزت بق بص لو كده اقول ايه مالها دي مش طيقاني ليه دي حاجة طب قوليلي ثقة في نفسي أخبارها ايه بصيلي كده على جسمي ليه ثقة في نفسي أخبارها ايه يعني لو انت قاعدة كده محنية هقول لا يعني مش واثقة في نفسها يعني أنا دايما انا شوف الناس القاعدة عاملة كده دي اقول عندهم مشاكل وعندهم رفو عليك مش كده يعني مثلا تلاقينا قاعدين عاملين كده فاللوى أنا ايو انا ايمان مختور بذلك شوفي يعني مجرد بس حركة كتف مجرد حركة الكتف من ان هي تبقى كده وبالمنظر ده ليه حركة الكتف ان هي كده فرقت معاكي في تقييمة لشخصيتي اه تدي هيبة بتدي كده تديلك هيبة تديلك وقار تديلك خلي ناس تحترمك اكتر كل ده اتيكت كل ده طب لو انتي بتكلميني يعني لو أنا دلوقتي قاعدة بكلمك وانتي مش بصالي او أنا مش بصالك يعني انتي بتسأليني سؤال وانا مثلا مسكل تابلت كده مثلا اه اه او مسكل موبايل بقى الناس تبقى مسكل موبايل فاللي هو ايه والله يا ايمان معرفش كان فينا اقول لك ايه اه صح هل ده معناه ان انا بجدب عليكي عشان مش بصالك في عينك او بحور لسه بدور على حاجة اقولهالك او انا مش مهتمية بك اصلا لا اخوة ده بيترجم عدم اهتمام الكد بيبان في حركات العينين خلينا الاول في حتة دي لان دي جزئي ياما ناس بنقعد معاهم وممكن في الشغل كمان طبعا فدي برضو ايتيكيت المعاملة او لأه بتحصل اكتر كمان في المشاكل الزوجية يعني بتلاقي مثلا ناس بتقول لي هو مش بيحترمي ليه قلت لي مش بيحترمي انا كل ما جي كلمه بيبقى مسك الموبايل بيتشات فدي ليه علاقة بالاحترام جزء من الاتيكيت يعني شوفي احنا بعض كل الوقت هتلاقي من التكلم في الاتيكيت جزء من الاتيكيت اسمه الاكتف ليسنينج او الاستماع يعني ان انا ازاي استمع اللي انت عملتيه وانا بكلم خلينا نعمله عملي قدام الناس يعني اوكي اللي انت عملتيه وانت تمسكي اللابتوب وانا بكلمك ده اسمه سمع بتسمعي ازاي كأنك بتسمعي دوشة في الستوديو يعني مش مهتمية سمع لكن المطلوب في الاتيكيت ان انا استمع هو ده الفرق استمع يعني ايه يعني جسمي كله في مواجهتك يعني تخيلي مثلا انا انت بتتكلمي وانا قاعدة بصة نحية التانية وانت قاعدة بتتكلمي ده ما ينفعش خالص انا لازم علشان دي كمان قلة احترامي شوفتي عشان احنا قلنا التعريف في الاول ايه احترام الآخر واحترام الزيت بزرق فانا لازم ده حتى في القواء يعني الناس بقى اللي بتدرس body language انا الحمد لله درسة لغة الجسد ودي بتفرق مع البني قدمين جدا انت وانت بتتكلمي على الشخص بوز الجزمة والركبة لازم يكونوا في اتجاههم في اتجاههم تخيلي بصوا بقى هنتعلم وبصي احنا احنا اصلا بالفترة اه يعني بصي احنا ايوا بالظهر احنا يعني ما عملناهاش بس هي بالفترة انت بصي بوز الجزمة وبصي رقبتك فين ايوا خلينا بقى كده يعني احنا بنتعامل live قدام الناس عشان برضو ما نقولش كلام على الفوادي ايوا يبقى انا دولاتي لما يكون قعدة مع حد انا متجهة له كده وحتى يعني ايه دي اول قاعدة من قواعد الاستماع اول قاعدة دي اول قاعدة تاني قاعدة من قواعد الاستماع ان انا اعمل تواصل بصري طيب لو انا ما ببص الكيش وانت بتكلميني يعني ما ينفعش لازم الفة نظرك اقولك ممكن بس ايوا الهتة دي بقى الفة نظرك ازاي بادب يعني انا برضو ممكن اكون وانا قاعدة بتكلم مع مع مديري مع زميلي في الشغل مع جوزي فهلا اقول هلو ازاي بطريقة لطيفة اللي هو بدل هو انت يعني مش مهتم بيا وعينك في الموبايل وانت اهم حاجة عندك الموبايل طب خلي الموبايل ينفعك وهوب اتطلقنا انا هديكي ايتيكت النقد كمان شوية ايوا بزا فانا مفهودة اقولها ازاي بادب مع ان انا هسكت فهيبص غصبا عنه انا عملت حاجة اسمها باتن انتربت هو سامع ان انا بتكلم سامع بك فاول ما سكت مش هيكمل ثانيتين هيبدأ يبصلك يا انتبه هو سكتت لي فساعتها هبدأ اكمل او ان انا الف تنظر بمونتاج شاك انت سمعني انت فهمت انا قلت ايه سمعتيني بس بمونتاج شاك مش سمعتيني برضو خدي بالك برضو ونرجع لجزء من الاتيكات هو حاجة اسمها التون الفويس نبرت الصوت في فرق بين انت سمعتيني سمعتيني اللي اتنين نفس الكلمة بس هم مختلفين في واحدة فيهم تبين انه انا بتحديك وانا عارفة انت لما تسمعنيش وزي كالعادة وفي واحدة تانية بتسأل بسؤال بلطافة انت سمعتيني يروحو متنرفز علي او لا يا ساتي سمعتك اعمل ايه ما انا عندي شغل مهم الاتيكات اعمل ايه اسيبه وامشي ولا اقول له ما انا بتكلمك بهدوء تكلمني بهدوء لا كده بقى هندخل في جدال الجدال مش من ضمن الاتيكات لانه الجدال مش هنوصل لحاجة فانا هقول له طيب خلاص اوكي انا واضح ان انت مشغول قولي اجيلك امتى نتكلم مع بعض لما تلاقي نفسك فاضي انا كده زنقته هو الاتيكات برضو بيعلمني حاجة حلوة قوي ايمان اعلمني اخد اللي قداني بسمعها والله العظيم يا ردو وبتحك ليه بقلم تخيالي تخيالي يا جماعة في زوجة وزوج مصري لما تيجي تكلمه بعد كده هو يسكت مثلا او ما يردش عليها او متضايق منها او قافش عليها فتقوله طيب قولي اجيلك امتى نكمل كلامنا بتحك مفيش حد مفيش الست بتعمل كده افدا يا ردو انا بعمل كده انا بعمل كده معجوزي فاقوله طيب انت قولي انت فاضي امتى اتكلم معك هو بيسمع كلامك بس عشان انت خبريت ايتيكيت اطلاقا مش عارف اخد ودي معاها اطلاقا فانا بقوله انت طيب قولي بس دي حاجة مهمة على فكرة مشاكل زوجية كثير جدا جدا يا ايمان بتيجي بسبب انه التواصل مجرد التواصل شوفي احنا كود ده في اين في جزء من قاعدة الاتيكيت احنا لسه ما شرحناش الاربعة اتنشرات تمام يلا تعالين بص على اربعة اتنشر تلتنشر الاولانية اللي هي الاول اتنشر انش في وشين بيتبين لي ايه بيتبين لي انا نظيفة ولا مش نظيفة طب قوليلي منين بقى قوليلي ايه بقى الجودة يعني ازاها يباني ان انا نظيفة او مش نظيفة من الوش من الاول اتنشر انش يعني احنا لغاية هنا اي واقع من هنا الهنا من هنا الهنا قوليلي تبيني ازاي من هنا الهنا يباني ازاي ان انا نضيفة ولا مش نضيفة وبعدين الناس انت بتشوفيهم مثلا حلوين ومتشيكين ولابسين هقولك اولا السنين لون السنين شكل السنين بيبين انت كنت انت مهتمية بسنينك ولا لأ شكل الحواجب اذا كانت عند البنات شكل الوش نفسه هل هي مهتمية بنفسها ولا مش مهتمية الرجالة الدقن مهتم بنفسه ولا لأ شعر الراجل نفسه ففيه تفاصيل كتير في الاول 12 انش لما كنت بدي كورسات الاتيكات للبنات اللي لسه fresh graduate او اللي هم لسه متخرجين وعايزين يروحوا فكان بيحصل لهم حالة من حالات الصدمة ان هم ازاي احنا كنا بنتعامل بالطريقة التلقائية دي فالناس كانت بترفضنا في وظائف الناس كانت ما بتخلط لانهما يعني مش رغدين بالهم قد ايه الحاجات البسيطة دي بتفرق فشكل الحجاب يعني حتى الحجاب نفسه فيه بنات الحجاب ممكن تلاقي فيه هنا خط بتاع المكياج اللي احنا بنوح فتلاقي فيه هنا خط في كل ده اول 12 انش خلاص تعالي بقى اخر 12 انش تعرفي منه ايه النظافة برضو ويه المكان اللي انت جاي منه انت بالسوق عربية لما مسوقش عربية من شكل الجزمة هي فيها تانية ولا لأ احنا لما كنا بنعمل انتريفيو كنا بنشوف ونقلم الشخص اتاري زمان كانت الستات الوعي النصحة تلك انا اعرف الراجل ان نضيف من جزمته شفتي ومن ساعته فانا اقول لك جزمته فريدي الراجل ماشي في الشارع هنزلم الراجل لا ده حقيقي فهو دي حاجة الحاجة التانية الجزمة بتاعتك متناسقة مع اللبس يعني انت هتلحظت دهوقتي ان معظم الستات او البنات مش بعمم لكن جزء كبير جدا ما بقاش يلبس الصندل لا خلاص كوتشي كله كوتشي كله سليبر بالضبط كوتشي وسليبر فده بيدي اندكاشن للشخصية على فكرة يعني ده برضو بيدي انتباع عن الشخصية لا والله انتباع ايه هو بيبقى الواحد خلقه بس خاص ما عندوش خلق يلبس كعب علي المين الكعب العالي راحة كله بيجري وكله بيرقص فهي الفكرة فانه في حاجات فدي اول 12 انش واخر 12 انش طيب ال 12 انش الاولانيين وال 12 انش التانيين قدي بيبان نظافة الشخص سواء راجل او ست وطريقة الهندمة اللي هو فيها تيجي يا رادور نروح نشوف الاعمال الفنية تناولت زي فاني الاتيكاتونية يلا بينا فيه ايتيكات في الاكل ايتيكات في التعامل ايتيكات في كل حاجة خلي بالي من كل حاجة ده الاتيكات الاتيكات دائما بيكون يعني في الكلام لو احنا بنتكلم معصلا مع اشخاص ان ننقي كلامنا ان يكون كلامنا فيه زوق واحترام اللي قدامنا مني برسش مثلا حاجات ممكن تكون هما مثلا عندهم تشوك منها ايتيكات ده ممكن بيبان في طريقة نحنا مثلا لما بنتعامل مع غيرنا بس الاتيكات ده انا في اعتقاد انه هو في التعامل في الحياة العامة يعني اللي هو بيبقى عبارة عن رقيق في التعامل الزوق المتبادل تركت الكلام بتفخ devo حلوة وفي نفس الوقت لو قاعد في مكان يتعامل مع الناس حلو اهم حاجة في الاتيكات الاتيكات في التعامل اصلا ما بين الناس الاتيكات في ان انا عاملربنت الولد انه يعامل البنت باتيكات ان سواء عزvى يعامل باتيكات فيه حاجات مثلا بيبقى ادبان ممكن حاجات بسيطة تباينك من اللي انت بتكلميها وتتعامل معا انه هو عنده اتيكات لازم كلنا يبقى عندنا حياتة الاحترام كلنا البعضين عشان طبعاً نقدر تبلغيش ما بيننا سواء في الشارع أو سواء في المدرسة أو سواء في الجامعة أو سواء في الكلية أو سواء في جميع أشغال الحياة بما فيهم كل حاجة أنا كنت قاريت كتاب زمان أن أخلاق الرسول والتربية الإسلامية كانت مبنية على فن الإتكيب وثلاث تربع الكتب المفروض أن هي المترجمة واخد من أخلاقيات الرسول في التعامل مثلاً في الأكل نكون عندنا نظام شوية بشكل كده يليق يعني بالإطار العام أنا كواحدة عادية هكتب بطريقة عادية بس بطريقة زريفة مهندمة قدام الناس مرتبط مثلاً بالأكل يعني فيه طرق معينة مثلاً لأكل حاجات معينة ده يعتبر من الإتكيب تاكل المنجا بالإتكيب تشعب المنجا كيف تتاكل بالإتكيب أنا مش عارب وفيه حاجات كثيرة تتاكل على أن تقول أن أبتاكل بالإتكيب حاجات لا يمكن أن تتاكل بالإتكيب أصلاً ما هو الإتكيب تداخل في كل حياتنا أسلوب حياتي رضوة إحنا عايزين نروح بقى يعني بره الـ 12 إنش الفوقي والعنوي والسوفلي الـ 12 إنش عارفني أنا بشوف بقى بعض كده مثلاً لو قاعدة في كافية ولا قاعدة في ريستوران بلاقي البنات بنات يعني عشرينات صوتها عالي جداً يعني أنا قاعدة بعديها بترابستين والصوت عالي ودحكتها عالية يعني أنا عرفت إيه الموضوع كله اللي هي بتحكي فيه من على بعد عشرة متر وسيبي جماعة ندخل في اللبس بس منتكلم دوقتي في الإسلوب إزاي يعني يعني البنات بقت الظاهرة دي موجودة إزاي أنا أتقول لهم إيه ولا تعليمهم إزاي الإتيكات صوتهم يبقى إزاي وقاعدتهم إزاي إنتي يعرف أن في قاعدة في الإتيكات بتقول إن الاحتشام يعني إن الاحتشام ده من أحد قواعد الإتيكات حطي بقى تحت الاحتشام كل السولكيات اللي هتكسر القاعدة دي من ضمنها الهزار مع الولاد بتشوفي البنات لسه يعني لسه 16 و 17 ما فيش المسافة الشخصية اللي بينها وبين الولاي فاتلي هتهزر معها بالإيد صوتها عالي فكل ده بيكسر القاعدة الأساسية في الإتيكات اللي هي الإحتشام طبعاً إلى جانب اللبس ده موضوع تاني ففي حاجة مهمة جداً في الإتيكات وفي مراهرات التواصل بشكل عام هي نبرة الصوت ونبرة الصوت بتخليني أحس باللي قدامي وتوصل لي رسالة يعني لو أنا جيت قلتلك يا إيمان حديكي ثلاث جمل وثلاث جمل دولها عمصرين نهار ده كلها حلقة اختبارات طب يلا يلا مش بالعكس الناس بتحب الحاجات كده عملية يعني أنا حديكي ثلاث جمل نفسك جملة هكرارها ثلاث مرات بأصوات مختلفة وانت حكومي علي في كل جملة ماشي؟ جملة الأولانية بقولك أنا بحب شغلي وصفيني تاني أنا بحب شغلي مغرورة مغرورة حلو ماشي؟ تانية بقى أنا بحب شغلي لذيذة عاطفية شفتي؟ يعني إيه أكيد شفتي؟ نفس الجملة أنا بحب شغلي شخصيتي إيه؟ لأ التالتة دي فلتت منك عديها تاني نا يبقوكي نا ما انت عادة ده موزيعة فهنا برضو الصوت وطبعات الصوت حتتنا بقى معلش أنا بحب شغلي أنا أو تاني أنا بحب شغلي شخصيتي إيه؟ عملية أكتر براكتكال كده؟ يعني هايبر 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 حلو قوي فأنا نفس الجملة قلتها ثلاث مرات ولكن أنا عملت سترس أو ضغطت على كلمة معينة من كل جملة فبتوصل رسالة مختلفة عن شخصيتي يعني الصوت ده الوحده ده الصوت ده الوحده عالم ده الصوت ده الوحده عالم فأنا إيه الرسائل اللي بوصلها للآخر بصوتي؟ أنا عايزة الآخر يفهم عني إيه؟ هل أنا بنت عملية محترمة بتهذر سهلة إيه؟ فهي دي لازم تبقى قاعدة لأي بنت إنه أنا إيه الرسالة اللي بوصلها بسلوكي للآخر لأنه الآخر هو اللي بيحكم علي طبعا المفروض الحاجات دي بتبقى تتدرس في الجماعات للبنات الجماعات ولا أصل الأمة أكيد مش هتبقى مولمة بكل قواعد بصي يا إيمان عن تجربة في مؤسسات كتير جدا بتعمل دورات تدريبية للبنات اللي لسه متخرجين والبنات بالذات ولو إن الولاد برضو محتاجين ده جدا يعني لأنه هو عن الإتيكات ما بيفرقش بين بنت وولد طبعا ولكن هي إنه البنات بتفرق كتير جدا معاهم لأنه بقى في حتة إنه أنا زي الراجل فأنا عندي مساواية فلبس نفس اللبس وأتكلف بنفس الصوت وعمل كل ده بيفقدها ونستها وبيقلل من يعني قبولها حتى في شركاتك مختلفة أمهات كتير بتشتكي بتقولك يعني أنا بفضل أربي بنتي على الأصول وعلى العادات الحلوة وده صح وده غلط وده عيب وده حرام وده حلال وديها إتيكات وعلمها وتاخد كرسات وفي الأخير بتقابل شاب عشوائي أيوة يضيع كل اللي أنا عملته ده عشان كده أنا بقولك مهم من الشباب كمان يبقوا فاهمين طبعا ومعاكي حق في دي بس هو هيضيع إمتى هيضيع لو أنا كبنت لما تعلمت الحاجات دي تعلمتها بالإرغام مش بأن أنا حبتها فإحنا يعني لما باجي مثلا أعمل دورة للبنات بحببهم وبخليهم يشوفوا الفروق إن قد إيه الجاكت اللي أنت لابسها لو لابسها بطريقة معينة بيدي إحساس أني دهرك متني ومش واسقة في نفسك ولو عدلت بس حركة معينة هتفرق معك قد إيه أني أني صوتك وبخليهم بيحكموا على بعض فهي الفكرة مش أن أنا قد إيه أوامر أو أن أنا حط شوية لسة قواعد والناس كلها تمشي وراها وخلاص ده احتكاك عملي مهمة قوي 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 طبعا إحنا ماشيين مع الترندات ومع الزمن يعني الانفصال أخلاق النهايات أيوة إتيكاة النهايات يعني آخر ثلاث دقايق يعني إتيكاة النهايات المفروض أقول إيه وما أقولش إيه وأعمل إيه وما أعملش إيه طيب أهم حاجة عشان نتكلم في إتيكاة النهايات خلينا نطبق قاعدة دينية حلوة قوي بتقول لا درر ولا درار أنا عايزة نفصل عن هذا الشخص عشان ما بقناش منسجمين أو سبب إيه فبالتالي لازم نطبق قاعدة لا درر ولا درار اللي بيحصل إن إحنا لما بنيجينا نفاصل بنكسر القاعدة دي اللي هو لا أنا عايزة ضرك مش بفكر حتى في الدرر اللي بيرجع لي أنا عايزة دايقك زي ما أنت دايقتني أنا عايزة أنتقم فهو فكرة الانتقام هي دي اللي بتبوز النهايات فإحنا المفروض إن إحنا نعرف ناخد حقنا من غير مشاعر الانتقام هي مشاعر الانتقام هي اللي بتبوز الديني فالانتقام مش معناه أننا نكون مسلمة واسامح كل الناس لا خالص هي معناه أن ده أنا عارف أاخد حقي بس بالشيك زي ما بيقولوا بالبلد يأخذ الحق صنعة فرقم واحد إن أنا دايما دايما لما أجي أنهي أي موضوع أو أي تعامل لازم أطبق قاعدة الوين وين أجريمينت أنا كذبانة وأنت كذبان يعني اتفاق إحنا الاتنين ربحانين فيه فذي بقى تتعامل حسب إيه العلاقة سواء خطوبة سواء علاقة جواز أو طلاق أي أن كانت العلاقة أو حتى علاقة عقد في شركة أو عمل بذلك أي حاجة أي أن كانت العلاقة لازم أطبق أنا كذبان إيه وإنت هتكسب إيه قاعدة الوين وين داي لازم يا جماعة كلنا نقرأ عنها وكلنا نعرفها لأن مش لازم يبقى فيه طرف خسران وطرف كذبان ممكن هما الاتنين يبقوا كذبانين إن هما بيعدوا عن بعض مش شرط فيهم واحد خسران هي شفت حياتها الصحة وشفت هما الاتنين مش متفقين بس مع بعض لكن هو ممكن يتطفق في مكان تاني وهي كمان تتطفق مع شخص تاني فقاعدة وين وين مهمة جدا وإحنا مش عارفين عنها حاجة وناس كتير أو ما تعرفش عنها حاجة وأنا من النهاردة هدخل على قواعد الاتيكات كلها ولازم نعرفها ولازم كمان نغرز في ولادنا كده بطريقة غير مباشرة اللي عندها بنات واللي عندها شباب والبنات مش بس البنات اللي عندهم بنات هما بس اللي تعلموا اتيكات وكمان شبابنا لازم يفهموا اتيكات احترام البنت واحترام الزمالة واحترام زميلة العمل واحترام زميلتي في الجامعة وازاي يكلمها وازاي ما جيش على حقوقها وازاي ما جيش على كرامتها وقنصتها حاجات كده مهمة جدا بس ان شاء الله نوعيدكم في حلقات جاية كتير جدا نتكلم على قواعد الاتيكات بشكر جدا لأستاذ رحي خبيرة الاتيكات وتعديل السلوك نورتين يا رادو شكرا يا إيمان نمر سيدي مشاهدينا خلصت حلقاتنا نشوفكم الأسبوع اللي جاي ويحكى أنه على شاشة القناة الأولى اشتركوا في القناة